يقول باحثون ومختصون في القانون الدولي ومحاربة الإرهاب أن عدم قيام الدول إعادة مواطنيها من الدواعج سيؤدي إلى هروبهم من السجون أو بقائهم مصدر قلق في سوريا والعراق والاستفادة من تجربة الحسكة لإعادة تنظيم صفوفهم وعملياتهم الإرهابية وبينما ذكر التحالف الدولي بأن هجوم الحسكة لن يشكل تهديدا كبيرا للعراق فإنه حذر في الوقت نفسه من احتمالية تخطيط داعش لهجمات إرهابية تستهدف المعتقلات فيه مع استمراره بإعادة تقييم الموقف العملي وهو ما يراه البحث الأمني عمر أبو ليلى خيارا واردا كلما تأخرت الدول الأجنبية في إعادة مواطنيها من إرهابي داعش لبلدانهم وتقديمهم للمحاكمة في السياق تقول ريتا تايلر مديرة قسم الأزمة والنزاعات لدى منظمة هيومان رايت إن هجوم سجن الحسكة ما كان ليحصل لو أن البلدان الأجنبية والأوروبية وافقت على سحب رعاياها من المسلحين الأجانب وأولادهم إلى بلدانهم الأصلية